بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو النهاردة عن احسن 3 تطبيقات VPN انا بستعملهم شخصيا وكمان بيدعم الدول العربية فتعال مع بعض نشوف التلاتة دول عندك انا اول تطبيق اللي هو VPN السعودية هو مش للسعودية بس علشان انت لو دخلت كده في البرنامج برنامج ده مجاني خالص يعني مش بتدفع فيه اي جنيه وشغال زي ما انت شاف اهو السعودية وكمان تركيا لو نزلت لتحت كده اتلاها برضو عندك هنا كوبروس وكمان الامارات وكمان البحرين والعراق وعمان وكمان قطر وعندك كمان تركيا وكمان عندك مش بس الدول يعني مثلا عندك هنا الامارات دبي وعندك كمان هنا الفوجيرة او مش عارف اسم ايه بالزبط وكمان عندك هنا العراق في بغداد والسعودية هنا عندك الرياض وكمان جدة والبرنامج ده باستخدمه لما كن مثلا محتاج دولة عربية نروح للبرنامج التاني عندك هنا نورد VPN والبرنامج ده انا بطلت استخدمه بصراحة بعد ما عرفت برنامج كاسبرسكاي وهقول لك ليه لما نجرب كاسبرسكاي مع بعض ندخل هنا على نورد VPN لو نزلت التحت كده هتلاعي عندك هنا كل دول العالم زي ما انت شايف اهو وعندك هنا برضو الجزائر وعندك كان في مصر برضو مصر ايه وكمان عندك دول افريقية ودول مش معروفة كمان يعني هون دراس دي او مش عارف اسمها ايه وجوام ومش عارف في دول غريبة انا اول مرة اسمع عنها وكمان عندك هنا لبنان ولو نزلت التحت كده هتلاعي باكستان برضو سريلانكا دبي والبرنامج ده تعالى اقول لك انا بطلت استخدمه ليه لما عرفت برنامج كاسبرسكاي لو دخلت هنا في برنامج كاسبرسكاي هو برنامج اصلا انت فيروس وطبعا غني عن التعريف كل الناس عارفاه انا برضو احاول الخص لك البرنامج نفسه بيعمل ايه قبل الVPN لان المهمة بتاعته الاساسية اصلا البرنامج ده انت فيروس بيشتغل على الموبايل سواء اندرويد او ايفون وكمان بيشتغل على جهزة الكمبيوتر وكمان الماك فانت هنا لو دخلت على المميزات هتلاعي عندك كل الحاجات دي دي كل احماية الجهاز بتاعك ممكن تجربها مع نفسك وهتلاعي البرنامج ده هيفيدك عموما حتى لو انت كنت شغاليه فاحنا هنا بنروح على الصفحة الرئيسية بنجرب الVPN بتاعه لو دخلت هنا دقترت الVPN هتلاعي عندك هنا برضو كل الدول عندك ازربيجان مثلا وارمينيا ولو نزلت لتحت كده هتلاعي عندك هنا الامارات وكمان الجزار وعندك الفلبين والهند وعندك هنا اليابان برضو وباكستان وكمان عندك هنا سنغافورة وكوبروس وكندا وعندك برضو هنا مصر وفي دول كتيرة في البرنامج ده وميزة البرنامج ده انه هو مش بيعلق خالص الVPN اشغال معاة باستقرار وتقريبا دلوقتي مش بستخدم غيره هو او VPN السعودية ده لو محتاج مثلا VPN عربي وكمان عندك هنا ميزة الخدم الاسرع لو انت هتشغل حاجة مش مهمة يعني ممكن برضو تشغله اشتراك البرنامج ده اول شهر انت بتدخل فيزا بتاعتك عادي وبتاخد اشتراك مجاني لمدة 30 يوم بعد كده عندك اشتراك سنوية بحوالي 30 دولار 30 دولار مثلا لو اسمتهم على 12 شهر يعني ب2.5 دولار في الشهر وده سعر يعني اعتبره لاي الاوي لو ضربتها بالمصر مثلا في 50 كده لو ضربتها هنا مثلا في 50 هتلاقيها 125 جنيه في الشهر وده من اقل الاسعار اللي انا شايفها ده غير انك هتاخد البرنامج حماية متكامل على كل الجهزة بتاعتك ساونبويل او كمبيوتر او ايا حاجة تانية وكمان شغال على الماك والايفون ودول احسن 3 برامج VPN انا بستخدمهم ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات اشتركوا في القناة